بات النظام في ايران مثالا حيا للقمع وانتهاك الحريات الانسانية وتهديد امن الجيران والعالم هي خلاصة تقرير جديد صادر عن وزارة الخارجية الامريكية تناول سجل طهران الحافلة بانتهاكات حقوق الانسان فمن الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين والنساء والاقليات وحتى المواطنين الاجانب وليس انتهاءا بالقمع المميت وقطع وسائل الاتصال وغيرها من الممارسات القمعية تجاه اي صوت معارض في الداخل في ظل غياب العدالة وافلات الجنات من العقاب كما يؤكد التقرير ويكشف احد فصول التقرير الامريكي عن وجود اكثر من خمسمائة معتقل رأي في سجون ايران منذ شهر نيسان الماضي فقط حيث بات التعبير عن الرأي والمعتقد تهمة لا تغتفر بالنسبة للسلطات الايرانية وتصل عقوبتها الى السجن المؤبد او الاعدام مثل ما حدث مؤخرا عندما اعدم المصارع الشاب نافيد افكاري ما اثار غضبا واسعا في الاوساط المحلية والدولية بعد محاكمة صورية بسبب مشاركته في احتجاجات عام الفين وثمانية عشر آلة القمع في ايران لم تقف عند حدود التعبير عن الرأي بل تجاوزته لتطال الحريات الدينية من خلال التضييق والاعتقالات بحق افراد الاقليات الدينية لسيما السنة والمسيحيون وبقية الاقليات في مشهد وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش بانه واحد من اكبر حملات القمع الدينية في ايران خلال العقد الاخير من الزمن وتمتد انتهاكات حقوق الانسان الى موراء حدود ايران لتطال الابرياء في الدول المجاورة لا سيما العراق وسوريا واليمن من قبل اذرع طهران المسلحة وفقا لتقارير حقوقية تسرد عمليات قتل واختطاف وترهيب للسكان من قبل الميليشيات الموالية لايران حيث تواصل الاخيرة تقديم الدعم المالي والعسكري لاذرعها بهدف اطالة امد النزاعات في تلك البلدان واحباط اي جهد دولي لاحلال السلام في المنطقة